يتصاعد النهب الحثي لكل مال خاص وعام بشكل لا مثيل له فبعد نهب أموال البنك المركزي وموارد الدولة والمؤسسات الإرادية افتتحت شهية السلالة لنهب كل ريال في السوق اليمنية مشروع جديد للحثيين للنهب عبر ما يسمى الريال الإلكتروني بالتعاون مع شركة يامن موبايل لتعويض شح السيولة في السوق بعد أن احتكروا تريليونات الريالات اليمنية ومليارات الدولارات في مخازن خاص خارج البنوك في كهوف صعداء وسائل إعلام الجماعة قالت أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر توجيهات للجنة الاقتصادية العليا بصنعاء بتفعيل مشروع الريال الإلكتروني ووضع آليات ضامنة لتنفيذه وشدد المشاط على أهمية دراسة هذا المشروع من كافة الجوانب بما يحقق الأهداف المرجوة ويسم في التخفيف من معاناة المواطنين مضيفا أن هذا الريال الإلكتروني سيحد من أزمة السيولة الراهنة وذلك عبر تفعيل التبادل التجاري لمختلف أنواع السلع من خلال هذه الخدمة مشروع الريال ليس وليد اللحظة عند الحوثيين فقد تم اقتراحه منتصف العام 2017 لأول مرة غير أنه فشل وتعثر نتيجة النهب المنظم للموارد المالية وتحلوا للجماعة السلالية من أي التزامات انتجاه الموظفين والاقتصاد الوطني والدورة المالية والنقدية وتكديس الأموال بعد الاستيلاء عليها من السوق المالية والتجارية في عمائر وفيلالين وكهوف خاصة بالجماعة السلالية في صعدة وفي محافظات أخرى اشتركوا في القناة